مرحبا ضيوفنا الكرام اليوم سنتحدث عن موضوع ممتع جدا من أين يأتي الأطفال في الثقافة الأوكرانية معكم ماريا ونتحدث هنا عن أوكرانيا يتساءل الأطفال أباءهم عادة أمي أبي من أين أتيتوا من أين أخذتماني يا تورا وماذا يرد الأباء لأطفالهم في الثقافة الأوكرانية عندنا بصراحة أجوبة كثيرة جدا أجوبة أحيانا إبداعية ولكن هناك جوابان إثنان منتشران في أوكرانيا كلها يقول الأباء لأطفالهم مثلا نحن وجدناك أو وجدناك في الكورنب في الملفوف يعني في المزرعة من بين خضروات الملفوف لماذا الملفوف الكورنب؟ لأن رؤوس الأطفال تشبه رؤوس الملفوف رؤوس الكورنب هكذا وجدناك في الملفوف الجواب الثاني هو أن طيور مهاجرة طيور لقلق أهدر الأطفال في منقاره مثلا يقولون الأباء لأطفالهم أهدرك لنا طائر لقلق في منقاره طيور اللقالق هي من رموز أوكرانيا هذه الطيور مهاجرة وفي نهاية السيف قد غادرت أوكرانيا إلى مناطق دافئة لأنها لا تتحمل البرودة الشتوية التي تقترب خطوة خطوة إنها لا تتحمل البرودة ولا تستطيع أن تجد الطعام لنفسها هكذا يعني يقولون طائر لقلق أهدرك في منقاره لنا وطن طيور اللقالق هو أوكرانيا ولكن هذه الطيور تهاجر في نهاية السيف وترجع بعد الشتاء في فصل الربيع إلى أوكرانيا وتجد أعشاشها يعني تتذكر الطيور أين عشها وترجع إليها يعني لا يمكن أن تعيش في عش آخر وهناك خرافة في الثقافة الأوكرانية أن عندما تبني طيور اللقالق عشها فوق بيتكم فيعني ذلك أنه عليكم انتظار الزرية الصالحة في المستقبل القريب أنكم ستنجبون طفلا أو طفلة كذلك هناك أجوبة أخرى مثلا يقول يرد أب ذهبت إلى الغابة لجاني الفطر ووجدتك هناك في الغابة وأخذتك معي إلى بيتي يقول الأب أحيانا يقول الأب أحيانا ذهبت إلى الناهر لسيد السامك فأتى القارب نظرت إلى القارب وهناك أنت طفل صغير لم أستطع أن أتركه هناك أخذتك معي إلى بيتي كذلك هناك يقولون أحيانا ذهبت إلى الحاقل لحصاد القمح ووجدتك هناك أثناء العمل أحيانا يبدع الأبا ويقولون مثلا ذهبت إلى المحل واشتريتك هناك في المحل في المتجر ماذا أيضا يقولون مثلا يقولون طبعا هناك بعض الناس الذين يقولون إن الله أرسل الأطفال لهم هكذا يرد الأب أو الأم على طفل مثلا أرسلك الله لنا هناك من يقول الحقيقة يعني يقول إنك سمرت حبنا ومثلا زرعك أب في بطن الأم وأنت نموت وخرجت من البطن يعني هناك أجوبة مبدعة جدا وأحيانا مضحكة ولكن الجوابان الرئيسيان هما وجدناك في الملفوف وأهدرك لنا الأقلق في منقاره شكرا جزيلا لكم على الانتباه ومشاهدة في هذا الفيديو يمكنكم كتابة أسئلتكم في التعليقات أراكم في الفيديو القادم مع السلامة